رأى غبطة البطريارك بيرباتيسة باتسبالة بطريارك القدس للاتين حفلة تخريج الأفواج السادس والسابع والثامن من طلبة الجامعة الأمريكية في معدبة بمشاركة المطران ويليام الشوملي رئيس مجلسي أمناء الجامعة وحضور رئيسها الدكتور مأمون عكروش إلى جانبي أعضاء مجلسي أمناء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء تسلك الدبلوماسي والخريجين وذويهم وفي كلمته قال غبطة البطريارك باتسبالة إن رسالة الجامعة الأمريكية هي أن تكون مكاناً للقيام الإنسانية والروحية وتعزيز التفاهم والتسامح والحوار والسلام وتضمن الحفل كلمة المطران الشوملي وكلمة رئيس الجامعة والخريجين التي عبروا فيها عن مدى اعتزازهم بتعلمهم وتخرجهم في هذا الصرح العلمي المتميز هذا وقد رفعت الجامعة الصلاة من أجل طلبتها وضحايا انهيار المبنى السكني في الويب دي وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات سلم غبطته الشهادات للخريجين والخريجات في احتفال حاشد وبهيج